لم تكن نيران خزان البنزين في بلدة تليل العكرية التي أوقعت ضحايا قد انتفأت بعد حتى اشتعلت حملة ممنهجة ضد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون تطلبه بالاستقالة حملة من سياسيين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي غير بريئة بطبيعة الحال بدأها النائب سعد الحريري الذي دل بدلوه في بيان محوره الهجوم على الرئيس عون ومحاولة حرف الأنظار عن الكارثة التي حصلت من خلال التشويش على الوقائع واستثمار دم الضحايا ليختم الحريري قائلا عكار حركت أوجاع جميع اللبنانيين يا فخامة الرئيس ولم تتحرك فيها أدوات الفتنة أنت ترى أوجاع الناس فتنة ونحن نراها صرخة تعلو في وجهك ارحل يا فخامة الرئيس ارحل في هذا الكلام يرى عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد أسود أن الحريري يحاول من خلال مواقفه العشوائية إخفاء الحقيقة ويحمله مسؤولية ما يحصل في عدة أوجه لهذا التسرع والاعتباطية والتخبط لعبد عيش سعد الحريري من المصادرات التي حصلت ومن ضبط المازوت والمواد والمحروقات أنه كل جماعة سعد الحريري مشاركين مباشرة أو غير مباشرة لعمليات التهريب بعمليات باق بالسوق السوداء بحصار الشعب اللبنان وحصار أهل عقار إباعة الحقيقة وإخفاءة عن أهل عقار لحتى ما يقول لهم أنا جلتكن أنا اللي قتلتكن أنا اللي عم جوعكن أنا اللي حرامكن المحروقات أنا اللي عم زلكن على جواب المستشفيات العمر الثالث اللي بيخلي سعد الحريري يعمل هذا التخبط هو ضعفه وهو خروجه من المعادل السياسي من كفاءه عدم قدرته على مقاربة أي حل وأي ملف مكشف سعد الحريري حط كل أهل عقار وكل اللبنانيين أمام حتمية الحرب مع سوريا والعدو الأول هو سوريا ولا يجب الذهاب إلى سوريا ولا يجب التعاطي مع السوريين ولا يجب حل قصة قضية الناس حين ويجب ترك الأعباء على كل اللبنانيين بالوقت اللي هو يا جماعته عم بيروحوا إلى سوريا عم بيتاجروا بالمحروقات بسوريا مين عنا أهون وأحسن من أنه نكبه على العماد مشال عام من زاوية طائفية كيشد العصب الطائفي بعقار ويخلي الناس تضيع البوسلة ويروحوا أهل عقار وأهل الضحايا والموجوعين والفقرة والبهدلين على إيد سعد الحريري وجماعته يسبوه مشال عون بدل ما يسبوه سعد الحريري يلوموا مشال عون بدل ما يلوموا سعد الحريري لأنه هايدي الجريم ارتكبها سعد الحريري أهون شيء أنك تحطيها على العماد مشال عون لحتى تعملي هذا الاستفاف العمودة بين الناس تعملي هذا الشرخ الطائفي بين الناس ترمي المسئولية على غيرك وتغسل إيدك من دم الضحايا اللي مبارح سقطه جريمة ندارح هي جريمة برقبة سعد الحريري وشو ما صرخ وشو ما عيط وشو ما شنج وشو ما عمل تحفيز طائفي وشو ما عمل تشنيش مسيحي مسلم وشو ما قال وبرر واضح من الوقائة وواضح من قراء الناس العكريين اللي عم نسمعهم اليوم على التلفزيونات وهنا مش من فريقنا السياسي والاتهام مباشر سعد الحريري غير إنك فاشل انت مجرين ومع موقف الحريري بدت لافتة تغريدة رئيس حزب القوات سمير جعجع التي صبت في الخندق نفسه أي تصويب السهام على الرئيس عون جعجع الذي قال إن استمرار مكوت رئيس الجمهورية والأكثرية نيابية بمراكزهم بعد كل الذي حصل يعد إمعانا في قتل الشعب اللبناني وصوقه زرفات زرفات إلى معتقلات التعذيب اليومي يعتبره أسود أنه مع المستقبل وجهان لعملة واحدة سمير جعجع واحد من حلفاء سعد الحريري ومش صحيح إنه المختلفين لأنه لما بيكون عندهم ذات الهدف بس قدام جمهورهم كل واحد عم بيلعب بالمطرف واحد مدعي الثورة وهو مش ثورة وواحد مدعي إنه هو اختصاصي ومش اختصاصي واحد بيعرقل التاني بيلاقيه واحد بيسرق التاني بيلاقيه واحد بيستعمل كل أدواته التاني بيزكيه بذات التوقيت بذات النفس السياسي بيزات البوصلة والتوجه نيناتهم فريق واحد سعد اتعلم هلأ من وقت الملبسوها العباية الأتقل منه لأنه أصلا ما كان لازم تتلبس لا لأله ولا لبايه لا سمير واليوم استذكرته لا سمير بحادث انفجار مستوضع بفرن الشباك شارعي معونة موادك المقوية كان مخزنة هو أيام الحرب جايبة من العراق ما بعرف عمين كان بده يستعملها استعملها علينا وبقينا نلم من وراه شهرين أشلاقه لحمه وقتله وجرحه ومشوهين هاو كلهم وجهان لأملة واحدة وهي تخريب البلد العمالة ضد سيادة البلد ضد استقراره ضد أمنه ضد إماء شعبه ضد رفاهية شعبه ضد الحقوق طبع الناس تحدث الحريري فكانت إشارة فكرت صبحة طيار المستقبل وكل بطريقته تهجموا على رئيس الجمهورية وحملوه مسؤولية ما يمر به لبنان لكنهم تناسوا أن التبعات الاجتماعية والمالية والسياسية والاقتصادية اليوم هي نتيجة نهج سبق وأرساه طيارهم بنفسه على مدى سنوات لو لم يتحرك الجيش اللبناني مبارح لضبط جميع المحطات وإجراء جميع المصادرات وتبيان واكتشاف أن هناك مخزون هايل من المحروقات موجود على كافة الأراضي اللبنانية بكثير من المحلات المحطات المخازن المنازل تحت الأرض فوق الأرض بمعنى آخر كان لازم ينتبهوا اللبنانيين من أول نهار النالون هادي الأزمة مفتعلة وهذه الأزمة هناك من يستعملها كسلاح في حربه ضد العماد مش العون وما بعد العماد مش العون هناك مؤامرة داخلية قوامة مجموعة متحالفة مع بعضها هدفة إزلال الناس وزرع برأسهم أنه هذه الحكومة وهذا العهد وهذا الفريق السياسي يجوعكم وطفركم وسرعلكم أموالكم وهلأ مقعدكم بلا مزوت وبلا بنزين ومبهدلكم على الطرقات وبكرة الدواء وبعد بكرة الرغيف وبعدين جرة الغاز تبين أنه هادول كلهم المواد موجودة ولكنها أدوات لصحق الناس ولتحفيزها على الاقتتال مع بعضها وعلى صب جام غضبة باتجاه طرف سياسي واحد اسمه العماد مش العون وما يمثله شعبيا وسياسيا وانتخابيا وغيره تنغسل إيدينا نحن من يد من دم هذا الصديق اللي اسمه الشعب اللبناني اللي صار لهم من سنة التسعين بيدبحوا فيه وبيسرقوا وبينهبوا وبتأمروا عليه كل هذا الهجوم على الرئيس عون والدعوات المشبوهة لاستقالته ورحيله يضعها أسود في خانة الاستراتيجية التي بدأ بتنفيذها فعليا منذ 17-20-1-2019 وتتصاعد وفق الأحداث لكنها لن تصل إلى هدفها مهما زادت الأدوات وأصبحت الأسليب أو سخ